الهجوم المركز دائما على عبد الناصر لأن عبد الناصر ورطنا في حرب اليمن بس أنا عايز أقولك موضوع اليمن ده موضوع أنا نفسي كنت متأثرة بالدعاية اللي ضده فأنا لقيت الحقيقة كنز مهم جدا اللي هو كان مجلس الرئاسة عبد الناصر أنشأ مجلس الرئاسة ده سنة 62 لغاية سنة 64 على أساس وقتها كان فيه فكرة القيادة الجماعية تيتو هو اللي كان بيحاول أن ينشرها فتنازل عبد الناصر لكل سلطات رئيس الجمهورية لهذا المجلس كان متكون من سبع شخصيات فبالصدفة بقى كانوا في هذا المجلس بوقت بوقت متتبعين اللي حصل في اليمن أول ما قامت الثورة بعتوا يطلبوا التأييد فعبد الناصر غير كل برامج صوت العرب لأن صوت العرب وقتها ده كان حاجة قوية جدا نعم صحيح وأيد الثورة قالوا إحنا عايزين مساندة عسكرية علشان فيصل وكان وقتها الملك صعود بس فيصل هو اللي كان الشخصية قوية كان رئيس وزارة بيحشد قوات في شمال اليمن وجنوب السعودية لأن الليلة الملكة الإمام وعالته هربوا إلى السعودية فالرئيس سأل وقتها في الجلسة موجود قال إحنا هفتح الموضوع للمناقشة وكل واحد قال رأي كل وأيد إبعاث قوات إلى اليمن يعني في بعضهم للأسف بعد كده كتبوا مذكرات وقالوا إحنا ما كناش بقم